زي ما قلنا خلاص القرعة بمشيئة الرحمن يوم تسعة يوم الحد ان شاء الله اللي جاي ووفقا للتصريحات رابطة اندية المحترفين طبع القرعة بتتعمل ده من الناس كلها مفيش فيها اي توجيه بما يعني انه لن يتم تجنيب الاهل والدمالك ان هم يلعبوا في نهاية الدور الاول والدور التاني وجهة نظر انا قلتها بكده وجهة نظري ولن يضار اي فريق من وجهة النظر دي انا قلت انه سنين عمرنا كله الاهل والدمالك هم اللي في القمة سيبك مسان اللي فاتت ظروف خاصة ان بيرامس داخل في الوسط يعني بالاضافة او قبل الكلام ده انه هم اصحاب الشعبية الاولى في مصر والوطن العربي الاهل والدمالك الزمالك والاهل انطعها زي ما انت عايز وبالتالي كان الطبيعي عشان مسابقتنا الحلوة والدوري الجميل بتاعنا يبقى سخن وملعلع اوي 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 ان نخلي اهل وزمالك نهاية الدور الاول ونهاية الدور تاني ايه القضية في دي ما عرفش بعض الاندية اعترضت من المنطلق لا هم مش على رأسهم ليش اما حدش قالك على رأسهم ليش وحد قالنا على رأسهم ليش بس خلينا نكون واقعين وحنا بنتكلم اللي بيتكلم ده نديك شعبيته قد شعبية الفرق دي قولا واحدا لا اهل وزمالك كشعبية في حتة والاندية الاخرى في منطقة اخرى اه الاسماعيل شعبيته عظيمة في الاسماعيلية وبرا الاسماعيلية في حدود نفس الوضع المصري نفس الوضع الاتحاد السكندري نفس الوضع المحلة لكن الاهل والزمالك على كل لون يا باطستا على كل لون يا باطستا كده يعني يعني اما تسأل اي حد اول سؤال انت اهل اولا زمالك او ما بتقولوش حاجة غير كده يعني فكانت طبيعي ومش عيب وما فيهاش عنجهية وما فيهاش خرق لقواعد العدلة والله ما هم هيلعبوا مع بعض هيلعبوا مع بعض ان كان نحلي وانحمي المسابقة الحلوة بتاعتنا نهاية الدور الأول نهاية الدور الثاني إيه اللي هيضير الباقف ده ما نعايز فهمها إيه اللي هيضير واللي بيعترضوا وكانو واخدين مراكز أخيرة بيضوية سل فاتت يعني فنهاية الدور الأول نحتفل بنهاية الدور الأول باللقاء قمة والدور الثاني يعني لو كانت هذه المباراة على بطولة الدور فرّج يا جماله فرّج يا جماله علماتش بقى وحلوته وجماهريته وشعبيته وإعلاناته وتسويقه وكل حاجة قول فيها زي ما أنت عايز ولو كان حد من الاتنين حسم المسابقة اوكي احتفالية جميلة وتبقى العنجهية الكروية هي عنوان المباراة حتى لو أنا ما أخدش الدوري وأنت أخدته وخلاص تاع لكن لو أنا كسبتك كده يعني لكن هم ما صرحوا بكده وكل واحد طبعا حر في قراره لكن هذه هي وجهة نظرنا في هذا الأمر